هذا البرنامج يأتيكم برعاية اي تي اف اكس مع قرار الفيدرالي الامريكي بخفض معدلات الفائدة طبعا تتبعه عدة دول الخليج وأيضا في الشرق الأوسط نظرا لربط معظم عملاتها بالدولار الامريكي لكن ماذا يعني هذا لنا كمشترين أو مستثمرين في العقارات كيف يؤثر ذلك على أسعار الفائدة وكيف هذه الأسعار الفائدة ستؤثر على الرهون العقرية وإذا كنت تفكر أيضا في شراء منزل هل الآن هو الوقت المناسب للاستفادة من انخفاض معدلات الفائدة أم ربما الأفضل الاستمرار في الإيجارة وماذا عن أسعار العقارات هل ستشهد ارتفاعا أم تراجعا وإذا كنت مستثمر كيف تغير استراتيجية الاستثمار في ظل هذا المناخ الجديد في هذه الحلقة اليوم من شفرة المال سنناقش هذه المواضيع وكيف يمكن لهذه التغييرات في أسعار الفائدة أن تؤثر على قرارتك المالية في واحد طبعا من أهم ربما القرارات التي ممكن يتخذها أي إنسان ومعنا في هذه الحلقة زياد المخزون من مدير التنفيذي لمجموعة برايم استراتيجي كونسولتنج أهلا بك زياد أهلا بك يعني العقار دائما هو موضوع مثير للكثيرين إن كان في الشرق الأوسط في منطقتنا أو حتى حول العالم اليوم أول سؤال يطرح هل علينا أن نحتفل لأنه بدأنا نشهد خفض لمعادرات الفائدة بعد حوالي العامين من التجديد الذي لم نشهده منذ عقود ربما عقدين تقريبا صحيح مضبوط أنا بنظري هذه الترند أنه الفائدة ما لح تطلع بس أمتى بدأت تنزل بدأت تنزل بس مش هلا لأن التدخم المالي بعده عالي هلا نرجع للعقار العقار أهم استثمار شخص بيعملوا بحياته وكعائلة لأنه هذا أمان إليك هذا بيتك هذا منزلك وبيضلوا للأجيال يعني من زمان تعرف الإقطاعية يعطوا أراضيهن ونفس الشيء عنه نحن بدنا نخلي شيء لأولادنا أو لأحفادنا ولك كذا الفائدة بدأت تنزل بس متما تفضلت أنه طلعت كثير آخر سنتين لو نزلت هلأ ما لح تشوف فرق كثير على إذا أنت متدين أو عنك لأنه أصلا المصارف لما تدينك ما بتغطي عندما ينزل فائدة تاني يوم بنزل لك أنت كلفتك بدأت تطلع على عقدك وطريقة دفعك إذا كانت عادة يعملوا كنت تشهر فأنت عندك على قليل ثلاثة شهر لتشوف كل دفع أغلو السؤال التاني أنت متما بتعرف أنه المواقع الجيس عنا بالمنطقة هون ما في أكثر من خمس سنين يمكن في عشر سنين بس أكثر تو يا سنة تانية خمس سنين فأنت بدأت تشوف وضعك المالي شو بيسمح لك إذا بتفرق معك نوينج أنه أنت هالخفض ملح يجي تأثيره على دفعك لمدة ثلاثة شهر يمكن وإذا بدأت تغير المعادلة يمكن فيه غرامة في كلفة فالبنك مع أنه هو البنك مفروض صديقك البنك منه صديقك أبدا مصلحته أنه يستفيد منك قد مكان حسب السوق ما أكثر بيضارب عليك بس محنا ما تنسى كمان الفوائد بعدها بشكل عام أقل من التضخم الأصلي فأنت بعدك عم تدين بأقل فأنا بنظري إذا عقارك عم تزيد إيمتو واستثمارك عم تزيد إيمتو هل ربع بالمئة أو نصب المئة أو حتى يمكن واحد بالمئة ما رح تفرؤ كثير على العقارات خلينا نشوف الاستطلاع الأجرينا لمشاهدين سي أم بي سي عربية سألناهم كيف يؤثر التخفيض الفائد على سوق العقارات والقروض العقارية هل تعتقد بأن أسعار الفائدة يجعل شراء العقارات أكثر سهولة الجواب حوالي 43% جاء بنعم بالتأكيد 26.5% نعم لكن بشكل طفيف وكما تشاهد 23.3% ليس هناك تأثير كبير هل أنت في خانة رقم 3؟ خلينا أقولك شيء قبل أكتريت الأعقار بعد الكورونا اللي صارت العقار طلع والأسباب الاجتماعية والسياسية والضرائبية بأوروبا كمان زادت الطلب على دبي فالأسعار مع أنه كانت الفوائد عم تطلع أسعار عم تطلع أكتر بكتير من الفوائد فبهالوضع اللي نحن فيه آخر سنتين ما فيه داريك كوروليش ما فيه رابط داخل ميديا داريكت لا يربط بين اثنين فالعقار عم يطلع عم يطلع والفوائد طلعت وما نزل العقار بالعكس آخر سنتين بعدنا أكثر ما بعدنا بعدة يعني لك جميل أنك إطراحت هذه الفكرة لأنه حضرت رسم بيانة شارد لأنه عادة نحن نعرف المعدلات الفائدة بتطلع أسعار العقار بتنزل هذا العامل شفناه يمكن بسنة 2010 لسنة 2014 تقريبا ولكن هذه علاقة لم تكن وطيضة جدا نظر إلى هذا الرسم اليوم نلاحظ بأنه في اللون الأزرق لدينا معدلات الفائدة الآيبور ريت ثلاثة شهور وليو جمالا معظم تسعير القروض بيكون على هذا المعدل بالنسبة للبنوك وسعر العقار في البار شارت نلاحظ بأنه أول فترة بين عام 2010 2014 كنا نرى ارتفاع في معدلات الفائدة في نفس الوقت نرى انخفاض في أسعار المساكن شهدنا هذه علاقة استمرت لبعض الوقت بعد جائحة كورونا كلها اختلفت معدلات فائدة طارت وفي نفس الوقت السعر العقار طار أكثر فما فينا نعتمد على معدلات في عامل ثاني في 2008 2009 لأننا عشناها هنا كنا بالقطاع كان في كتير تغييرات كان في كتير وحدات سكنية ليست من بيع فهذه تتخذها كعامل لماذا المعروض يعني في الصوب لو في وحدات سكنية أقل بكتير أكد لك كان البيع أكتر بكتير لأن أولفزن صار في طلب علي الشيء الثاني العامل الثاني نحن خصوصا في دبي الذي أكثر سوء يطلع رأس الخيمي تنمى لعددة أسباب وكذا ولكن عندك 70% من المشترين هن نقضي كاش فكمان القوة الديان الواحد ليشري بيته تأثر بس شيء بسيط بقطاع معين لفئة معينة من الناس أكثر من مغيرها فإذا 70% كاش باير الفايدة ستأثر عليه لأن اليوم يسمع أكثر من الأشخاص يطلقوا اتصالات من الريل ستيت بأن لحق حالك أسعار الفايدة تنخفض هذا معناته سنرى 10-20% بعد زيادة على الأسعار بفترة أصيرة كلام صحيح هذا كلام بيعين سيئ بيعين أريد أن يحمسك لتشتري أو أنت عندك وحدة تريد أن تبيع أو أريد أن يأتي على السور أعلى ولكن يجب أن يشتري ليس موجود لدينا أيقارات هنا منعرف دبي وضع مختلف عن كل الأسواق العالمية لأن دبي تنمى حسب الطلب أنت قاعد بلندن أو نيويوك أو بباريس لا يمكنك تعمر نفس الحجم العمار أو دبي فيها تعمل عظيمة ومطار قريب هذه ولا بلد تاني فيها فهذا الشيء الخاص بدبي صعب حدا تاني يعمله هناك مناطق معين الناس تحب ها هناك مناطق معين تحب تكون فيها لكن أكثرية الناس لا تبقى ربطين حالهم مثلا في داونتاون واحد من الأسباب زحمة السير واحد من الأسباب الباركينج واحد الأسباب أنه في كثير حجم حركي هناك فأنت لتوصل بدك وقت كتير ونفس الشيء من اللحقة ومشاناك أنت تشوف دبي ساوث تكبر أكتر لأن أول شيء المطار نقل هناك الإمارات لح نقول بس أنت يجيك أرب هالث أو يجيك فود معرض الأكل أو شيء ما فيك تمرق حوالي ترايد سنتر نعم تسار كتير كتير قوي فهذه الناس تقول لك خي أنا خليني راح محل تاني هذا العامل كمان يزيد الطلب لأن عندك وحدات جديدة بإنفيرومنت مرتب أكتر لأن تعلمنا آخر 15 سنة المطلوب ومور أفوردبل وأقرب للمحلات الجديدة التي تصير اليوم طيب أنا قررت أن أخذ عقار يأتي البنك يأعرض اليوم مزودة بالسوء أو نعطيك متحرك وإنت صفل وحظك يطلع لك ثلاث شهور وكثل ثلاث شهور يتعدل هذه النسبة اليوم ما هي لو نقارن المزايا والعيوب للمعدرات الثابتة والمتحركية لشخص لأول مرة يأخذ رهنة عقار هلأ الفايدة عالية نسبيا الأسعار العقار عالية والمطور أو البنك لا يعطيك مئة بالمئة تمويل فأنت قبل ما تقرر إذا تغير أو تغير بدأك تشوف قديش أنت دخلك بيسمح لك تدفع فأنا ما بيهم أنا بدي أشري فيلا ب10 مليون وبدأ 6 مليون لأن 6 مليون على 5 سنين عم تدفع لك شيء فوق 100 ألف بالشهر فأذا ما فيك تدفع ما بالكاشف لو تبعك بدأت تحدد شو ممكن تتحمل أو بالمصاح لأنه بتعرف لتشتري أقار هون يعني ساكن هون يعني الأرجح عندك عائلة هون يعني عندك أولاد عم بروع المدارس يعني بصبلي عندك سيارتين أو شفر أو خادمة أو كذا هذا كله صريف بدأت عندك أولاد تغير التليفون أو كل سنتين لأنه مليون ملاح يفرق كثير بالشهر بس إذا متدين مليونين وثلاثة واربعة وفاريبل والبنك له حق يزيد مثل ما بده لأنه بيقلك أنا ما بدي سكر حسابك بتسكير حسابك له كلفي كمان يعني بيقلك جيب محلتين إذا تروع إلى بانك تاني يعطيكم متمند فيه كذا فأنت بدأت تشوف وضعك وانت بدأت تقرر أنا وضعي هلأ ما فيني أنا أخذ رسك خليني على الفيكس على ألي اللي باعرش مصريفة بس إذا أنا عند اللكشوري إنه أنا ما عليش إذا طلع 200 و300 و500 درهم أو 1000 درهم بالشهر ما حتأثر علي أنت بدأت تشوف وقتك يعني أنا أنا دائما بقول إذا عندك فيكس واط انسي من زمان كانت في أمريكا يعطيك على 25 سنة واحد بالمئة واثن بالمئة حتى على اليورو فهذا لا تقول لا دعنا تلتر ربع لأن إذا بدأك تفوت بالتأهيل مرة ثانية يمكن ما يوافق معك يعطيك البنك فأنت بدأك تشوف عندما تنسى البنك مصلحته يستفيد منك أنت تشوف مصلحتك بس أهم شيء يكون الكاش تبعك تقدر تغطي هالقارد فعلا عشنا هذه المشكلة أخذ قارد على سبيل المثال بعد جائحة كورونا وكانت الفويد في أمريكا قريبة من الصفر وقدر يحصل على قارد بـ 3% فيدي ويدفع دفعة شهرية 7-8000 وصلت هذه الدفعة للدبل تقريبا مخصصا إذا كنت بعدك بأول الرهن العقار وهذه ربما قد تكون من أهم أو من أبرز المخاطر للوحد الذي يجب أيضا ينظر له ولكن أنا دائما كنت دائما أنصح للعملة بأنه حاول تفاوض مع البنك لأنه يمكنك تحصل على 25 نقطة أساس من هنا يمكنك تخفض التكاليف الـ أهم شيء يجب تحكي مع البنك تخفف الـ يعني يقول لك سيرو 2% يقول 1% هذه هذي بتفرق معك أنت بتفرق معك إذا عسنتين بتفرق معك منيح يعني مبدئيا لأنه هذي بكتفعها من الأول وبيخصب لك كيها ويدفعك عليها فايدة هذه المشكلة هون أنه أنت بيقلك 2-3% ما تدفعها بزد لك كيها أنا على قردك ويدفعك على قردك فايدة على الفايدة هيك بيعمل البنوك مش كلهم هيك بقى أنت تشوف ما هي تفاصيل القرد وإنت تقول له كيف حسبت لي أنا إذا قدرت تسدده قبل لأنه يمكن بالأخص تبعك إذا تسدده بعد سنة أرخص ما تعمل لأنه يمكن فوية تتغير كثير أو تلاقي طريقة تانية للتمويل أو تبيع البيتشتري بالفعل بالفعل أنا بتشكرك بزياد مخزوم المدية التنفيذي لمجموعة برايم بستراتيجيو كونسلتينج شكرا جزيلا شكرا شكرا ومشهدينا نذكركم أيضا بعنوان البريد الإلكتروني لشفرة المال شفرة المال at cnbc.arabia.com وأراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة إلى اللقاء هذا البرنامج يأتيكم برعاية atfx